برحب بحضرتكم مرة تانية في البيت الكبير اول فقراتنا الحوارية مع المعقد المتميز الاستاذ محمد القوسي هنتكلم فيه مع ملفات كتيرة جدا ملفات خاصة طبعا اكيد بفرقتنا النادي الاهلي استعداداته للمبارات بيراميدز والمشوار العالمي هنتكلم كمان على شهادة الايزو اللي طبعا النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر وافريقيا الحاصل عليها النهاردة بنرحب بك يا استاذ محمد في البيت الكبير كابتن انا اهلا بحضرتك والسعيد بالتواجد معاك وكل التحية لك والكل مشاهدي القناة الاهلي في كل مكان دايما بوجود حضرتك معنا يعني عندنا ملفات كتيرة من النهاردة نتكلم فيها نبدأ بالخبر السعيد النهاردة وحصول النادي الاهلي على شهادة الايزو العالمية شايف ده ازاي وشايف قد ايه هذه الشهادة ممكن تكون خطوة كبيرة جدا على المستوى الاداري والتنظيم الاداري داخل النادي الاهلي يعني ده من الاخبار المبهجة من الاخبار السعيدة جدا بالنسبة النادي الاهلي والاخبار اللي بتؤكد على قيمة وقدر وثقة للنادي الاهلي والمرحلة اللي وصل لها النادي الاهلي دايما الاهلي رقم واحد دايما بيكون متصدر في الحاجات اللي بيقودها اول مرة نادي في مصر وفي القرى الافريقية كلها ياخد حاجة ما شهادة الايزو في الادارة حاجة مميزة جدا ده دليل على الشكل الاحترافي اللي بتشتغل به نادي الاهلي على الخطوات الكبيرة المتقدمة لأطايتها أدارة النادي أهلي في هذا الملف في دارة النادي ادارة النادي اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا المؤكد النادي أهلي ما خدش هذه الايزو دي من فراغ لكن قد ما يؤكد حقيقته أو قدرته على نايل هذه الشهادة الكبيرة والعظيمة اللي ستعطي لأهلي قيمة كبيرة وقدر كبير وثق الكبير وستزيد من قيمة الأهلي التجارية ومن علامة التجارية وستساهم أيضا برضو في تطوير منظومة الاهلي الإدارية يعني ما وصل له الناد الاهلي حاليا سيتطور أكثر فأكثر الناد الاهلي منظومة مشي بنظام ثابت ومحدد دايما بيهدف إلى تحقيق نتائج يعني الاهلي بيشغل لسنوات طويلة عنده خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأدل وخطة لسنوات فده شيء عظيم جدا يعني بالنسبة الناد الاهلي شهادة طبعا للناد الاهلي الحق أن يفخر بها كمان الناد الاهلي يعني بيزيد الشهادة قيمة وشارف الناد الاهلي اسم كبير جدا في المنطقة العربية فالأهلي ما بياخد جائزة أو بياخد تقدير بيكون إضافة للشهادة كما هي إضافة للناد الاهلي في نفس الوقت الحقيقة يعني ده النموذج اللي بيقدمه الناد الاهلي ده الإدارة بتاعت الناد الاهلي بتاخد اعترافات دولية اعترافات إقليمية حاجة محترمة جدا حاجة مش موجودة على المستوى القرري أو المحلي ده حقيقة من أهداف كمان الناس عشان برضو تعرف في الايزو دي من أهدافها إيه؟ ليه الناد الاهلي صروا ياخد هذه الشهادة العالمية عشان حضارك تكون عارف طبعا ومجلس إدارة الناد الاهلي بصراحة كان بيشتغل في كل الملفات لو بنتكلم على مستوى الملف الانشائي وأديت التطور في الانشاءات من خلال أربع فروع في الناد الاهلي بنتكلم على ملف قرط القدم الحمد لله ماشيين فيه بشكل أكثر من رائع كمان على المستوى الإداري والكابتن محمود الخطيب كان دايما بنقول إحنا بنشتغل كمان على مستوى الكوادر على مستوى الإدارة شهادة الايزو دي كمان يا أستاذ محمد دي للشركات العالمية بتحرص أنها تأخذ هذه الشهادة ليه لأنها كمان بتبقى أب جريد ليهم أنت بتشتغل على شكل مؤسسي بشكل كبير جدا وده دليل أن النادي الأهلي بياخد شكل مؤسسي احترافي على المستوى الدولي ومش المحلي كمان الجزء المهم أنه بتنمي قدراتك التجارية وده اللي برضو الناس ما تعرفوش هي ومش مجرد شهادة كده لكن معظم يعني فيه كان إحصائية عملتها إحدى الشركات أن كل الشركات العالمية المؤسسات الإدارية الحصلة على شهادة الايزو هي الأعلى في مستوى الدخل والاقتصاد بتجني أرباح أكتر بتحقق اقتصادات أكتر بتحطك في منطقة تانية مختلفة بتخليك مع الكبار لأنك أنت عندك إدارة وعندك نظام واضح ومحدد فبتعطي ثقة للناس سواء الاقتصاديين أو المستثمرين أو أي جهة بتتعامل معاك بتكون ثقة كبيرة جداً أو الرعاية أو الدعاية والأعلام اللي بيقدمه النادي الهالي أو أعلامة الأهل التجارية كل ده يعني بترجمه هذه الشهادة يعني ده بتقول إن ده في منطقة تانية مختلفة ففالص عن أي نادي آخر موجود صحيح وصحيح وكمان بتدي أدفايزو بتدي كمان بعض الوصفات من ناحية الإدارة يعني بتدي كمان بيجن للمستقبل من خلال إن انت آه في الفترات اللي جاية مثلاً جائحة كورونا جائحة ظهرت فجأة المؤسسات اللي عندها هذه الشهادة كمان بيكون عندها لونج بيجن إن هو في التحديات القادمة ممكن يشتغلوا إزاي على الجزء الإداري والنادي الأهلي نجح نجاح أكتر من رائع إنه كمان خلال جائحة كورونا إنه زي ما تكلمنا وكلمت إزاي يتعامل طبعاً إزاي يتعامل معها بشكل احترافي كبير جداً طبعاً فده مهم جداً لا طبعاً كل التقدير لإدارة النادي الأهلي الحقيقة إحنا فخرين إن عندنا نادي مصري وعلى كل المطرين إنه في خرب ده إن عندهم نادي بهذه السمات الإرادية والإدارية في نفس الوقت فموافقين دايماً اجتماع النهاردة النهاردة كان فيه اجتماع مهم من المجلس إدارة النادي الأهلي نروح مع تأرير والأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي يقول لنا أهم قرارات مجلس إدارتنا النهاردة كان إيه كل تحية لحضراتكم مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهلي العظيم عبر شاشة قناة النادي الأهلي وكل منصاته الإعلامية نتجول سريعاً في بعض قرارات مجلس الإدارة في جلسته المنعاقدة اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الحقيقة هذه الجلسة التي أسها الكابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بحثت العديد من الموضوعات وجاءت بعد حدث مهم شاهدته الحقيقة قاعدة فكري أبوازة بالنادي الأهلي متمثلة في منح النادي الأهلي شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015 الحقيقة للتأكيد على أهمية العمل داخل منظومة النادي الأهلي الإداري مجلس الإدارة بعد التصديق على محضر اجتماع الجلسة الفائتة أيضاً وافق على المذكرة المقدمة بشأن إنشاء إدارة الجودة وكمان تغيير اسم قطاع أو إدارة شؤون العاملين لتصبح إدارة شؤون العاملين والتدريب طيب قبل هذه الجلسة زي ما قلت لحضراتكم كان في زيارة مهمة من الشركة الوطنية وبالتعاون مع شركة أوروبية اللي هي اليورو سيرت لمنح النادي الأهلي شهادة الأيزو 9001 وطبقاً لهذه الشركة ومراقبيها فالنادي الأهلي هو أول نادي رياضي يحصل عليها في منطقة الشرق الأوسط النادي الأهلي ورغم الحقيقة أن عمليات التدقيق والمراجعة من قبل المراجعين للدوليين تمت فيه خلال شهر كان مستعد لأنه عادة مثل هذا النوع من الاعتمادات بتاخد فترة طويلة جداً والمؤسسات بتستعد لها لكن لأنه الأهلي الحقيقة منظومة شاردة الرقي والانضباط ودائم الحقيقة كل من يتعامل معه الإشادة بأسلوب الإدارة فيه ولأنه أيضاً مجلس إدارة النادي الأهلي في السنوات الثلاثة الأخيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب انتهج نهج مختلف يتعلق باتباع كل الطرق العلمية والمنهجية العلمية في إدارته والأخذ بأسباب التقدم وكمان الإدارة التنفيذية الحقيقة كانت حريصة على تطوير كل قطاعات العمل فيها والاستعانة بالأشخاص الأكفاء فبالتالي جاءت هذه الشهادة من قبل مراقبي الشركة بعد التدقيق والمراجعة لتؤكد المؤكد زي ما بنقول وتشيد بمنظومة الأهلي الإدارية وده بالنادي الأهلي الحقيقة قادره جماهريته والحقيقة أعضاءه وجماعيته العلمية الكبيرة جداً بطولاته الكبيرة في المجال الرياضي اسمه على المستوى العالمي بيلقي بمسؤولية طبعاً على مجلس إدارته أن يكون دائماً على العهد وفي مقدمة الصفوف وفي الطليعة فيما يتعلق بالتطوير ويكون قاطرة الحقيقة ومثل وقدوة لكل الأندية ليس في مصر فقط ولكن أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فالحقيقة كان فيه النهاردة يوم حافل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لتسليم شهارة الأيزو 9001 وبالمناسبة هذه هي فقط البداية لأنه تم فيه ثلاث إدارات مهمين داخل النادي باقي الإدارات والعمل على الوصول لأيزو 2020 و2021 إن شاء الله بعد أن يتم ميكانة العمل والأخذ أيضاً أو الوصول لفكرة الرقمنة والتكنولوجي اللي الأهلي حارس عليها هتكون إن شاء الله ما حدث هو بداية لاستكمال كل النجاحات ونظم الإدارة المتقدمة فإحنا بنحيي الحقيقة إدارة النادي الأهلي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على هذه الخطوة في ظل كمان التطوير الكبير الحادث في كل مقار وفروع النادي الأهلي سواء في المقار الرئيسي في الجزيرة أو في فرع الشيخ زيد أو مدينة نصر وقريباً التجمع إن شاء الله في نقلة حضرية كبيرة جداً وطفرة إنشائية شاهدها أعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى حالة الاستقرار واستمرار الفوز في القطاعات الرياضية المختلفة أو في المقدمة منها فريق كرة القدم وفريق كرة القدم وده عنوان الخبر أو القرار التاني بعد ما تم اعتماد الحقيقة البعثة التي ستسافر البعثة الخاصة بمشاركة النادي الأهلي في دوري في كأس العالم للأندية الأبطال البعثة ستغادر القاهرة بمشاعة اليوم الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة سوف ترقس البعثة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومعه منسق النادي الأهلي لدى التحاد الدولي فيفا المهندس خالد مرتجي وأيضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بصفته المسؤول الأمني لدى الفيفا أيضا عن النادي الأهلي والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي لمتابعة الإجراءات الطبية والزميل الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الأعلام وإضافة إلى الأستاذ أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعقدات ونائبه أستاذ أشرف عمر والأستاذ حنان الزيني منسق قطاع الكرة أو مسؤولة ترخيص اللوايح لدى النادي الأهلي سوف يرافق البعث أيضا على نفقتهم الخاصة عضوي مجلس الإدارة السيد الأستاذ طريق أنديل والسيد أستاذ محمد الجرحي وبمناسبة حال أستاذ طريق أنديل فهو مكلف من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتل محمود الخطيب بحضور اجتماعات التحاد الكرة في الأونة الأخيرة وتمثيل النادي الأهلي وعرض الرؤى والمقترحات الخاصة بالنادي الأهلي خصوصا أنه فيه الحقيقة كلام كثير يدور حول هذه الأيام حول فكرة التطوير فكرة الحقيقة تحديث اللوايح الرعايات البث التلفزيوني مع الاتحاد ربطة الأندية كلها أمور مهمة جدا ارتقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتل محمود الخطيب أن يكلف الأستاذ طريق أنديل بتمثيل النادي الأهلي وحضور هذه الجلسات والتعاون مع رؤساء الأندية بالطبع في إطار الروح الرياضية والودية التي تغلف العلاقة وأيضا مع اتحاد الكرة كل الأمنيات الطيبة للفريق الأول لكرة القدم إن شاء الله بلفوز غدا في المباراة المهمة في الدوري الممتاز والتوفيق بإذن الله في تمثيل مصر تمثيل مشرف كما عاهدنا النادي الأهلي في كلاس الأعالم الأندية التي تقام في الدوحة عندنا ماتش مهم إن شاء الله 4 فبراير وننتهز الفرصة أيضا ونهن الشعب المصري يوم 25 يناير ونهن الشرطة المصرية الحقيقة ورجالها الأوفياء القائمين على حفظ أمن وإمان هذا الوطن ودائما ندعو الله أن يحفظ بلادنا العزيزة ودائما الأهلي أيضا في المقدمة باشور حضراتكم دي كانت أهم قرارات مجلس إدارتنا النهاردة رئيس النادي الأهلي كابتل محمود الخطيب إن شاء الله يكون رئيس لبعستنا إن شاء الله وكل التوفيق لبعستنا أستاذ محمد ولعبتنا وطبعا فرقتنا في أول لقاءاتها أمام دوحيل قبل ما نروح لكاس العالم عندنا مباراة بكرة مباراة مهمة جدا في مشوار دوري أمام بيراميز شايف المباراة دي إزاي من المنظور الفني ومن من المنظور المعنوي استعدادا طبعا للحفل الكبير في الضوحة وكاس العالم الآن دي طبعا واحدة من المباراة الكبيرة المباراة الكبيرة المباراة المهمة للنادي الأهلي المباراة اللي تأثر في منافستك على البطول لأنها مباراة في حالة المكسب بتزيدك قوة وتحفظ على وضعك ومركزك وفي نفس الوقت بتبعد المنافس القريبة المنافسين القريبين اللي عندهم طموحات في المنافسة بشكل كبير جدا على المنافسة هتكون مباراة من الآيارة دي مباراة تعتبر من الأمال المهمة جدا بالنسباله أن حق في نتيجة طيبة عشان يبدأ يقرب يعني هو عنده 13 نقطة اللي عنده 20 نقطة يعني فبيطمع أنه لو كسر المباراة دي يبقى 16 نقطة لكن لو كسر المباراة دي الدنيا بيعدت قوي قوي بالنسباله يعني أعتقد أن زي ما هي مهمة بالنسبة للمنزل فهي أكثر اهمية بالنسبة لنادي أهلي الأهلي بالنسباله كل مباراة تداره مهمة بلا ستناء لأن الأهلي بيلعب على الفوز في كل المباريات يعني حتى بيحاول يكتب الأربعة وثلاثين مباراة الموجودين في البطولة علشان يمشي يستمله وشوفنا ده في الموسم اللي فات تقريبا يعني نقاط قليلة جدا فقدها النادي الأهلي عمل أرقام قياسية في الأهداف وفي النقاط في كل حاجة ده مأثر يا أستاذ محمد ده مأثر شوية على يعني الضغوط بقت زيادة شوية يعني جماهير النادي الأهلي مستعجلة أو شايفة أن البداية السنة اللي فاتت كان بداية رائعة وتصدرك الدوري والفروق النقاط كبير جدا فطمعنين أن يكون عادة هذا الموسم رغم من أن الموسم ده صعب لا لا ده ده صعب يعني من صعب أن بدايات الموسم تتشابه بالضبط متى الموسم اللي قبل ما كنت شادة الموسم اللي قبل الماضي فالموسم اللي قضي عملت بداية قوية الموسم تنادي فيه فرق كتيرة جدا بتستعده وتقوي نفسها بشكل كبير جدا وفيه ظروف معاكسة بتواجهك يعني زي الموسم الأخير اللي تعديلت في عمد الجاي كان فيه ليك كان ليك هدف راكلات جازية وهدف عادي جدا ممكن ظروف معاكسة توجهك يعني في الموارات فتعرق المسارتك لكن ده مش حوقافك انت ماشي ومتصدر وفي المنافسة وبشكل قوي جدا معاكسة زي مالك عشر نقطة وانت بتصدر بفرق الهدف فرق كبير جدا مسجلهم الهدف فلا لازم الناس تراعي ده لان كل تقدم فيها كل حاجة يعني معاكسة اللي مش هيقعد يكتب مسلمين وراء بعض يوم في كل المباريات لابد ان يكون في بعض الحاجات اللي تتقبلها وتعالج وتطور نفسك وتحقق النتائج المهم ان الهدف بيتحقق اللي هو هدف نادل أهلي انك متتصدر والأهلي الآن يحقق الهدف مسلمين لغاية الهدف نادل أهلي بيحقق كل الأهداف من ساعة ما جاء سواء في دور الأبطال سواء في كاسماطس سواء في الدوري الماضي او في هذا الدوري فما فيش نوع من القلق على النادل أهلي لا سيما وانك انك شايف ان الاهلي يعني سابت ومستقر وعندك لعيبة تقدر تصنع الفارق فده موجود بالنسبة للنادل أهلي نرجع تاني المواتش بيرامد زي مواتش بيرامد زي مواتش بيرامدك مباراة مهمة لأهلي انا من شايف ان فيه ضغوط على النادل أهلي في هذه المباراة لان الأمور الدوري متسارع وفي مباراة بورا بعضيها كتير جدا وانك تفرج على الفرقة بتقدر بشكل قوي جدا يمكن ماتش الأخير بتاع المقاولين يعني عادي الساقة بشكل كبير جدا في الفريب بعد ما تأخر بجنين وتبقى الدنيا بعيدة قوي بالنسبة لك ترجع تاني وتكتب تلاتة اتنين حاجة عظيمة جدا تعمل رومانتادة بهذا الشكل نادرة ما تحصل رومانتادة بهذا الشكل يعني ممكن اي فرقة تطمح انها تتعادل لكن انك تعمل رومانتادة وتكتب من بورا وكنت ممكن تزود غلتك من الهدف فده دي لانك فريق كبير دي شخصية البطل دي الفرقة كبيرة اللي بتقدر يعني تبقى سابتة ومستقرة وتلعب تحت الضغوط ده اللي من الفرقة المهمة جدا اللي بلعب تحت الضغوط مهما تعرضت لضغوط فانت بتلعب وبتقاتل لان هدفك البطولة دايما هدفك شايف جمهورك بره مستنيك كل حاجات دي بتكون في زين اللي لعابة وبتلعب فده بيكون في حسابتنا الاهلي لعابتنا الاهلي تدرك جيدا قيمة واهمية هذه المباراة ليس على مستوى الفني ومستوى النقاط على مستوى الجماهير لان في مباراة جماهرية ده حقيقي ده لا ننكر هذا يعني في مباراة جماهرية زي مباراة لأهل والزمانيك مباراة لها حسابات خاصة ومباراة لها مواصفات خاصة مباراة بترتبط بأشيء أخرى خارج المالعة ده ينعكس على التحضير للمباراة بشكل أو بآخر ولا شايف ان المستوى النقاط بيحضر للمباراة هي مباراة في الدورة بتلت نقاط اه امام طبعا فريق كويس عنده عناصر كويسة هل ينعكس الضغوط او المباراة للشبه يعني اهلي زمالك اهلي بيرامدز اهلي اسماعيدي يعني فيه ماتشات كده ده تنعكس على الاداء الخاطط للنادي الاهلي ولا الاهلي سابت المدربين الاجانب اللي هما ما عاشوش كتير مع النادي الاهلي بتعتبر مباراة عادية بالنسبة له يعني ده مباراة بالتلت نقاط مش فارع معاه هو يعني لانه ما عندهش برضو ما عاشش الاجواء اللي احنا عاشناها مهما قلنا له مهما يعني حد تتكلم معاه هو لم يعاش هزيه الاجواء يعني مثلا لما كنت هتكلم عن مستر مانويل جوزي لما عاش مع النادي الاهلي فترة طويلة جدا كان بقى خلاص فيهم مصر فيهم الجماهير فيهم حساسية مباراة فيهم في مباراة بتمثل للنادي الاهلي اه 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 قيمة كبيرة جدا زي مباراة الاهلي وزاك ستة واحد صنعت تاريخة فاتحت الباب لمانويل جوزي في قلوب نادي الاهلي مباراة واحدة بالرغم ان الاهلي ما خدس حتى الدوري في المسلم ده لكن عمل التاريخ بالنسبة له يعني هكذا من نتبه هذه المباريات طبعا حتى لو المدير الفني بيعتبرها مباراة فنية بساس نقاط لكن اللعب الليها حسبات خاصة موجودة عندها في لعابة كبيرة جدا موجودة جوالنادي الاهلي في فرق النادي الاهلي تدرق مدى اهمية هذه المباراة لجماهير النادي الاهلي وبالتالي بيكون اللعب والدوافع والحماية ستضعق على القمة وحتبعد المنافس بتاعك وهتبعد بيرامد غير كده المباراة ان فيها عدد كبير جدا من لعاب النادي الاهلي احمد فتحي رمضان صبحي احمد الشيخ شيف كرامي اعتقد دولا حيضفوا على المباراة درجة كبيرة جدا من الاصارة خلينا نتكلم بكل امانة اعتقد النادي الايلي ما بيبصش لكن هما على المستوى الاخر ممكن هما يكونون حوافز هكيد عندهم حوافز ان هما بيلعبوا ضد ناديهم السابق واكيد يعني ناديهم ده لذكرات كبيرة جدا معهم ومع جماهيرهم النادي الايلي مباراة يكون فيها يعني لها ظروف خاصة اعتقد النادي الايلي جاهز ومهية ممكن شوفنا القيمة اللي علانها موسيماني لازل بباراة تعريبا الايلي شبه مكتمل يعني طبعا الماقص نادي الايلي وحد زي واليد سليمان لعب مميز جدا ناصر ماهر بيغيب طبعا من اللعبة الاوراق المهمة اللي كنت هوك التفيد بها لكن عندك اوراق كترة جدا وعندك بذير كترة جدا عودة بدر بنون بدر بنون مهمة جدا لخط الدفاع النادي الايلي لدعم كبير جدا شوفنا اداءه في كل مباراة لعباة لأهلي ممتش المؤولين اللي ما لعبش فيه لأهلي يمكن الاهلي استقبل هدفين في المباراة دي مسلا انا اتفرقت على المباراة تاني وكان النوع من الهدوء كلنا بعد المباراة يعني كان عندنا نوع من انواع الغضب شوية ازاي النادي الاهلي يخرج الشرط الاولاني 2-0 لما اتفرقت على المباراة تاني يعني بيهدوء شوية خمس دقايق او ست دقايق لأحرص فيها المؤولين هدفين من يعني الكورة مرتدة خبطت في عيمن اشرف ودخلت الكورة التانية خطأ شوية كان وارد جدا فلاقيت ان الموضوع لا احنا كنا شايفينه بشكل مختلف الاهلي مسيطر تماما استحواز كبير ده سيطرة غير مسبوك تمام يعني انت حتى رغم اخرج بهدفين مصداقة لحدك كانت الاستحواز الاهلي اعلى الشوت التاني حصلت نسبة استحواز انا لم اسمع انا تقريبا في تلك كورة القدم تسعة وتمينين حداشر انا ما معرفش ازاي النسبة دي حصلت يعني ده دل عن الاهلي استحوز على الكورة من بداية المباراة تقريبا من بداية شوت التاني من ديئة خمسة اربعين شوت التاني لغاية ديئة تسعين والوقت بعد كده وده اللي خلاك تجيب تلات جوان وفيه فرص تانية ضعت منك ممكن تجيبها اربعة وتجيب خمسة يعني طبيعي فيه اخطاء وردة لكن مؤكد لما يكون عندك لعيبة ثبتة ومستقرة في التشكيل والعيبة بدأت تاخد ثقة جبيرة جدا وبدأت الناس تثق في ازين نوعية من اللعبين اعتقد ده بيديك تقل حتى قدام المنافس خلاص عارف ان عندك اللعيبة الاساسية بتاعتك جاهزة ومتحضرة وان اللعبة دي لها قضيات خاصة فحتى يكون معهم نوع من التعامل الخاص في الملعب يعني عكس ما يكون واحد جاي وعنده يعني معنوان اعلى منك لأ انت عارف ان موجود بدر بنون موجود ايمان اشرف موجود السلية راجع موجود اليو ديانج موجود محمد شريف موجود طهر موجود كعربة موجود الشحات موجود كل بوليا ربما تكون عزيمة ورافعة حتخير بالنسباله يعني بيقدر بشكل جيد وبيوصل بشكل جيد لكن ما زالت الكرم عندها حتى الان ولم يحق الهدف المطلوب يا انا متأكد بمجرد ما تفتح مع بوليا وياخد الثقة في نفسه اعتقد هيفرق كتير جدا مع نادل وهيفرق كتير جدا مع نفسه لانه موجود مميز احنا كنا شايفين وطول عمريا انه هو موجود مميز يعني بعد الانتقادات اعتقد لازم نصبر عليه لانه زي ما انت بتقول امكانياته الفنية لعب مميز جدا اكيد الضغوط فرقة معاه شوية بيلعب في نادي كبير تحت ضغوط لكن في اعتقاد الشخص انه هو ان شاء الله خلال فترة اقرابة جدا انه هو بس مستني الهدف الاول الهدف الاول والدنيا ان شاء الله بالضبط اكرت يعني احنا بص يعني عادت كبير جدا او غالبت اللعب اللي بيجيين من افريقيا او من اي دولة بيلعب في نادل اهلي او من اي دورة حتى الدوريات العربية او من شمال الافريقي بقى بنكونش متفرجين عليهم احنا بشكل كويس جدا لكن هذا اللعب كلنا شهدناه بشكل كويس يعني هذا اللعب اختيره عن علم وعن رؤية واضحة وعن دراية كاملة بقدراته يعني احنا انا يعني من قبل ما ايجي ان الاهلي والحقيقة وانا شخصيا بشيت بيه بقول هذا البداد المهاجم اللي بيجيب من ربع فرصة بيجيب من فرص اه خيالية في ماتش الاهلي والمقاولين الشبكة فاضي او مش يعني معنده معي يعني عنده سوق توفيق شوية بزفت لكن اه اه هتفتح معاه حتبقى حاجة زي فلافيو كده يمطر اهدافا في شبكة حاجة زي فلافيو يكون هداف كمان كاس العلم يا رب ان شاء الله لكن المباراة كبتنهاني قبل ما يدخل المباراة صعبة طبعا لانك بتواجه فريق كبير فريق تييد لكن المباراة الفريق من الاهلي فريق كبير وعنده مجموعة من اللعبين مميزين وبيقد بشكل جماعي بيرمز عنده مجموعة من اللعبين ومالأسماء لكن حتى الان لم نشاهد في الدور انه هو بيقد بشكل جماعي يعني الجماعية مفتقدة في الفريق يعني في لعبين لكن مفيش جماعية في الاداء اعتقد ان ده هيكون الفريق بالنسبة في الملعب يعني إن شاء الله يكون الكرق الصالح النادي الأهلي لأنه زي ما حضرتك قلت مباراة يعني بتحسب إنها مباراة من المباراة الكبيرة اللي بيخضلها مباراة جمهوريا لا شك يعني تهم جمهوري نادي الأهلي ودي المبارايات اللي إن شاء الله النادي الأهلي بيقدر يكسبها بشكل كويس ويكون كمان استعداد كويس قوي على النواحي المعنوية أن تطلع كمان إلى الدوحة إن شاء الله يوم الجمعة وإنت متصدر الدولي ده مهم قوي مهم جدا النقطة حياتك قلتها دي انها يعني بروفة جيدة جدا وبروفة قوية جدا وانا سعيد المباراة دي جات قبل ما يسافر الاهل لان الاهل بتنتظر مواجهة مهمة جدا هنتكلم عليها لاحقا انك بتواجه فريق كبير بلعبة تقيلة بخط هجوم قوي تقريبا فيه ظروف متشابهة مع فريق الدحيل للنهاردة عامل مباراة كبيرة جدا هنتكلم عليها مع الاهل القطري في كاس قطر وكاسبان 6-0 فرقة الى جدا 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 وحنكلم عن كل التفاصيل اللي فيها يعني فاكيد مستماني شاف فرقة واكيد اعتبرها بجانب انها اهمتها ثلاث نقاط اهمتها لي انه هو يستعدي بيها بشكل قوي لكاس العلم اليد ان شاء الله كاس العلم ان شاء الله بحساتنا يعني هنروح ان شاء الله يوم الجمعة اذن الله وكان معنا طبعا المتحدث الرسمي للاستاذ شريف فهد وقال يعني الرئاسة الكابت المحمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي موجود كل والمدري التنفيذي ده على مستوى الادارة وعلى مستوى الفريق اعتقد كان الكابتن سيد قال انه كل الفريق هكون متواجد حتى وليد سلمان هكون متواجد هيتابع طبعا البرنامج التأهلي او العلاجي هناك لكن حضرتك شايفي بقى البداية ودايما بنتكلم ان كل التركيز على البداية كل الناس بتتكلم على البايرد النادي الاهل يمركز بس في مباراة الضحيل بداية خليني يعني اخد الجزئية اللي اعلنها الكابتن شريف عن البعثة اللي مسافر دايما لما تشوف كابتن محمود الخطيب رئيسة للبعثة بتأكد انها دي رسالة مهمة جدا وفي حدث مهم جدا جاي وهو انه لازم بنفسه يكون موجود كان سهل جدا ان طبعا يعني طبعا اي حد من اعدام اجزاءاتنا الاهلي يستطيع ان يقوم بالمهمة ويشرف المكان والموقع لكن طبعا ان كابتن محمود الخطيب يسافر ومعه المهندس خالد مرتجي ومعه طبعا الاستاذ طارق انديل مسافر والاستاذ الجرحة بسافريد تخيل كابتن خطيب وعاد تأتي من اعدام اجزاءاتنا دايما دايما على اهمية الحدث اللي راح يشارك في النادي حدث عالمي الاهلي العالمي الاهلي بيلعب في المنطقة العالمية الاهلي بيلعب مع الكبار مع اكبر سبع او ست فرق طبعا كان اوكلاند ست وخلاط احنا دوقتي مع اكبر ست فرق على مستوى العالم خمس فرق طبعا يعني موجودين حاجة طبعا عظيمة جدا وحاجة محترمة جدا حدث الاهلي متواجد فيه بكل قوته بكل كيانه ومركز بشكل كبير جدا وريح بقى يعني منتقل كله بفرقته بالكاملة بجهازه الاداري بالتنفيذ بجهازه الطبي حاجة مهمة جدا ومحترمة جدا البطولة دي لا يمتكون سهلة خالص بالنسبة الاهلي حيات ان احنا بحد بيفكر في باير لا مفيش حاجة خالص انك تفكر في باير انه قال انت الاهلي عنده مباراة مهمة جدا ده مباراة البداية مباراة الافتتاح مع فريق دوحي للقطر فريق دوحي للقطر ده يعني فرقة قوية وفرقة مهمة هو مش بطل اسيا لان فيه بطل اسيا أولوسن هونداي الكوري هو ده بطل اسيا لكن ده الدورة المنظمة وده بدأ طبعا من 2006 ما كانش بيشارك لكن طبيعي جدا انحاء الدورة المنظمة كلها في ري عشان تدي البطولة الجماهيرية وشعبية واهتمام اكتر مهمة جدا فريق قوي ده عم سوفه بحاجة كبير جدا من اللعبين نتفرج النهاردة على الماتش بتاعه ستة على النادي الاهلي القطري في الكاف طبعا نتيجة قيلة جدا عندهم المهاجم الكيني أولونجو أولونجا أولونجا مهاجم ده طبعا كان من هدف الدوري ياباني مهاجم مميز جدا عندهم دودو البرازيلي عامل هاتريك طبعا جابتها تلك عندهم دودو البرازيلي برضو من اللعبات المميزة جدا عندهم إدملسون برازيلي مميز جدا عندهم عدد كبير جدا من اللعبين اللي ليهم ترتيب على مستوى أسيا عندهم علي كريم جايبينه من إيران طبعا أو بالضبط من إيراني عندهم المهدي بنعطية عندهم الخط اللي وجمع يا جماعة خط ناري خط قوي جدا وده لازم الاهلي يحتاط لهذا الأمر وكون عندهم قد يفع كبير جدا كابتن علشان يقدر يتصدى لهذه القوة اللي جمعية الكبيرة جدا احنا راحين لليبل تانية راحين لريتم مختلف شوية راتم لسرعة الأداء مختلفة بس تولية مختلف من اللعيبة والمستويات فالمؤكد فدي مش مباراة يعني كل مباراة في البطولة دي تعتبر بطولة في حد ذاتها الوحدة لأن المباراة دي هتنقلك نقلة تانية خالص يعني هتدخلك ضمن الدور نصف النهاية مع الأربع الكبار وتواجه واحد من الفرق العظيمة على مستوى العالم فريق باير ميونيخ من الفرق المحترمة جدا وبطل أوروبا فتبقى يعني هتخذت في مواجهة تانية مختلفة لا دعلي التفكير فيها الآن لكن كل تفكيرنا ان شاء الله هيكون في المباراة الكبيرة دي صحيحة دوحيل فريق كبير بدعم صفوفه عاد كبير جدا من العيمة بيلعب على أرضه المفروض هيبقى فيه جماهير لكن هتوقع أن الجماهير هتكون دعم لنادي أهلي بشكل كبير جدا يعني أهلي مش يحس بغربة في قطر نزل للجال المصريات الكبيرة اللي أناك يعني لك هتعلم أن التذاكر مجرد ما طرحت عبر الانترنت تم أعتقد 30% من ساعة الملاعب النسبة اللي طرحت خلاص نفتت بتنفذ فور ظهورها يعني يعني أعتقد أن لو فيه ملاعب تستعمل 100 ألف كنت هتلاقي فيه 100 ألف موجودين في مواجهات الأهلي تحديدا يعني يعني الناس هناك مشتعدين بقوة ليك وإنت لازم تستعد بقوة ليه أعتقد أن هذا أهل قادر والأهل في المناسات الكبيرة بيكون ليه حضور قوي جدا وقت واقع إن شاء الله يعمل نتائج يعني تشرفنا وتساعدنا كمصريين لكن الأهم أنه هو هيقدم صورة محترمة عن الكرة المصرية ولعبته هتبزل مجهود كبير جدا إدارته هتكون مع الفرقة بشكل كبير جدا يعني الصورة دي يعني هتنقلنا نقلة تانية كلنا كمصريين والكرة المصرية بإذن الله إن شاء الله وزي ما حضرتك بتتكلم أو كلنا بنتكلم من النادي الضحيل الأندية الكبيرة اللي عندها لعيبة مميزة أكيد على النحة التانية كمان فيه احترام كامل للنادي الآلي ولعبته ومدربه كمان اللي كان ليه سابقة ووصوله لكاس العالم مع صندونز ده كمان عايزين نقول إن فيه احترام متبادل وإن المباراة المباراة ملهاش توقعات يعني تقولك توقعات إيه ممكن على الورق يبقى فيه توقعات معينة وهو فوز النادي الآلي نتيجة للتاريخ ونتيجة للإمكانيات لكن تبقى التسعين دقيقة هي الفايصل ولازم هيكون فيه فريق كسبانيا طبعا ده حقيقي ويعني أتوقع مباراة كبيرة جدا مباراة اللي هي كماتة تستمتع بها النادي لكن زي ما حددك قلت مهما جابوا ودعموا يظل الأهل قيمة كبيرة جدا فريق لا يستهد به في المناسبات الكبيرة أنت تتكلم على بطل قارة أفريقيا يعني حاجة عظيمة جدا وما أدراك ما أفريقيا والمستوات الموجودة فيها يعني فإن شاء الله تكون مباراة على المستوى المطلوب وإن هذا الأهل يقدر يحقق نتيجة المرجوة منها لكن أنا بحذر وعبر منصة الأهل من الأداء الهجوم القوي لهذا الفريق لأنهم بيحشدوا كل قوتهم في الجزء التلت الهجوم الخاص بيهم فمؤكد أكيد مسماني ومسماني كان ليه تجربة قبل كذا ما حددك قلت مع أسان داونز وحتى لم يتجاوز المباراة الأولى مع أسان داونز لكن طبعا هناك فارق كبيرة جدا بين الأهل وبين تان داونز إن شاء الله في الطموحات وفي الأهداف وفي الجماهيرية وفي معرفة الأهل لهذه الأجواء تان داونز كان أول مباراة أول مرة بيشارك فيها للمرة الوحيدة اللي شارك لأنك أهل عنده خبرات كبيرة جدا النادي الأهل التاني أكتر فرق مشاركة في كاس العالم لأن ديها بـ 12 مباراة طبعا أوكلاند سيتي هو بـ 15 مباراة فده كمان يدي فرقتنا ويدي لعبتنا الثقة أن إحنا متمرسين في هذه النوعية من البطولات ولكن تبقى اختلافات معينة يعني بطولة 2006 وحصلنا على البرونزية كانت في اليابان ظروف معينة وظروف خاصة وفرق مختلفة لكن طموحات جماهير النادي الآخر بكل أمانة أنها يعني إن شاء الله نوصل للمربعة ده يعني طموحنا كلنا وتوقعاتنا إن شاء الله بإذن الله دهني حيوصل بإذن الله للمربعة زهب إن شاء الله لكن إنك توصل محتاجة جهد كبير جدا محتاجة تركيز كبير جدا محتاجة إن المدير الفني يشتغل بشكل كبير جدا على لعابته أكيد بيشتغل كتير جدا على الفرقة المنافسة زي ما هم بيتبعيننا وعارفين كل كبيرة وصغيرة على النادي الآلي المؤكد أن الجزء فن النادي الآلي يعلم كل كبيرة وصغيرة ويعلم الصفقات ويعرف المشتوات اللعيبة وقدراتهم وأكيد تفرج النهاردة على الماتش لأنهم يعني واضح أنهم عندهم غزارة تهدفية لست بردو كان عندهم ماتش في الدورة مع فرق قطر كسبوا تمانية واحد في ماتش بعدين تعادلوا أو ماتش مشغل قطر ما تعادلوا مع قطر في ماتش أبلي كسبوا تمانية واحد وتعادلوا ماتش لكن فرقة تستحق أن تقف أمامها كثيرا وتحترمها وتقدرة لكن ما تدريهاش أكتر من حجمها لحيء لحيء عندك ثقة في لعبة كلنا كل لعبة النادي الأهلي لعبة دولية حتى المحترفين بنحترم الخصم لكن كمان عندك ثقة كبيرة جدا 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 أنك نادي كبير ونادي عظيم لا 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 عندنا ثقة في لعبة النادي الأهلي عندنا ثقة في قدراتهم العالية أعتقد إن شاء الله يقدروا يحاول نتائك طيبة أنت عندك لعبة بموصفات خاصة نتكلم عن الحراسة المرمى عندك محمد الشيناوي حارس تقيل جدا لا يقلعا أنه يحارس في البطولة وحنشوف كل الحراس يعني نحرس على مستوى يقدر يلعب في النادي الأهلي ويقدر يحترف أي مكان في العالم عندك خط دفاع في الوقت الحمد لله بقى متماسك عندك الأطراف عالم أعلول من خبراته الكبيرة ومحمد هاني بشبابه وقوته وجهده الكبير جدا عندك المنطات الديفندرات أنا أثق فيها إن ما فيش حد يكون عنده المستوى ده ديانج والسولية لما هيلعبوا بالشكل ده ومعه محمد فاتح طبعا يعني ثلاثة على أعلى مستوى متكلم على الخط الأمامي بقى عندك خط دلوقتي أمامي تقيل جدا بقى عندك مهاجمين موجودين عندك اللعب رقم عشر عندك أفشة لعب مميز جدا وله بصماته ليس فقط مجرد أن يوصلك لجون ده هو بيخلص وبيصنع وبيسجل أهداف عندك الشباب شريف وطاهر وعندك كهرباء والشاحات وإن شاء الله بوليها يكون موجود مرواب موحدة لعلق مجموعة كويسة ومميزة إن شاء الله هتكون أمورهم وطموحاتهم كبيرة جدا لأنهم عارفين إن خلفهم جمهور كبير جدا دايما جمهور النادى الأهل في كل مكان بيكون الدافع والحافظ للفرقة إنها تجيد وتبزل أقصى جهد وتحقق الأهداف والطموحات الصعبة إن شاء الله هوا حاجة كبيرة جدا قبل مختم مع حضرتك سؤال سريع ومهم بالنسبة لرؤية حضرتك في يمكن أحد التوصيات النهاردة لللجنة السلسية في اتحاد القرى مع عنديت الدور الممتاز بعودة أو بإن السنة اللي جايها هيكون فيه خمس لعبة محترفة من ضمنهم حارس المرمى هل وجود حارس مرمى أجنبي أو محترف حارس مرمى محترف ده في صالح القرى المصرية ولا يضر القرى المصرية بسا كابتن يعني في الفين وتمانية يعني من 12 سنة التي اتخذ اتحاد القرى المصري قرارا بعدم الاستعانة بحرات الأجانب في الدور المصري ليه اتحاد القرى اتخذ هذا القرار لأنه وجد إن عدد كبير جدا من الأندية أكثر من نصف أندية الدور الممتاز بتستعين بحرات مرمى أجانب ده قلل من الاستعانة بحرات المصريين وبقى فيه مشكلة في حرات المرمى اللي موجودين على مستوى المنتخبات يعني شافوا إن ده أثر على المنتخبات فاخذوا هذا القرار عشان يغدموا على مصرحة المنتخبات القومية ويعطوا فرصة حرات المرمى المصريين يتميزوا القرارات ده أصفر عنه بقى عندك كم كبير جدا من حرات المرمى المميزين يعني في الناد الأهلي بقى عندك عدد كبير جدا من حرات المميزين على سوء محمد الشماوي يعني حضرتك معه ولا ضد القرار بص يا كابتن أنا هذا القرار تحديدا أنا مش موافق عليه بس إذا أردت انطبقه فطبقه بشروطه وموصفات معينة بحيث إن مش كل من هبه ده بيجي حرات المرمى في الدور المصري يعني يكون اللاعب يعني الحقيقة أنا كلمت مع عدد كبير جدا حتى مع مدربين حرات المرمى بعضهم موافق على القرار وبعضهم غير موافق على القرار يعني حتى لما تجيب حراس هنا في الدور المصري يكونوا بمواصفاته وتشروط معينة عشان تقدر يما يجي يرفع من مستوى الناس اللي عندك ويكون إضافة أو ما يجيش يبقى تاخد فرصة هنا عند يبقى الحراس المصري هم اللي ياخدوا الفرصة الحقيقة يعني لكن الحقيقة مفاجئة القرار بالنسبة لني يعني أنا مش شاف ليه أزمة يعني ما فيش حد يمحتاج حراس أجانب لأنه عندنا عدد كبير جدا من الحراس ويمكن ده إدى فرصة يعني حرس ناشئ زي عمر ردوان مشوفناه اللعب مع الجونة السنلفات ما خدش فرصة راح مع أسوان خد فرصة مش هتشوف مش هتشوف مش هتشوف الناس دي هتلاقي مثلا محمد صاح حرس مرمى منتخبهم ببلعب ممكن ما تشوفوش هتلاقي عدد كبير جدا من الفرق اللي صعدة ممكن يستعيد يعني بدل مثلا ما سيراميكا والبنك الاهلي راحوا جابوا حراس موجودة ومتبارس في الدور المتاز كان يطلع برة ويجيب لك يعني كل الفرق معظم الفرق هتشتري حراس يمكن كمان دلوقتي انت عارف فيه فرق على مستوى يعني على مستوى مالي كويس فحيقول لك أجيب حارس فأنا شخصيا يعني أنا متشاف القرار هيضيف للكرار المصري إذا كان اللعب الأجنبي بشكل عام آآ آآ ممكن يضيف وممكن يقوّل المسابقة وممكن يزيد من قوتها ومن نفسها والإصارة اللي فيها ومن النواحة الفنية أنا شايف إن احنا عندنا حراس ما كناش منحتاجي لهذا القرار ما عرفش إزاي هو اللي طلع الحقيقة حضرية بتتكلم في نقطة مهمة جدا حتى لو ده تطبق يبقى لازم حراس دوليين انت بتتكلم على حارس مرمى يجي لك على مستوى دولي بيعلم من قيمة الدور المصري وده مهم جدا وكمان بيعمل حالة تنفسية مع حارس المرمى المصري حقول لحضرتك إزاي إنجلترا خاصة إنجلترا بتعمل هذه النسب فحقول لحضرتك سريعا يعني في التصنيفات من 1 إلى 10 ده منتصفات يعني تصنيف المنتخب أو تصنيف البلد من 1 إلى 10 لازم يلعب 30% من الماتشات الدولية التصنيف من 11 إلى 20 45% من المباراة الدولية المنتخبات بين التصنيف من 21 إلى 30 60% من المباراة الدولية عندك المنتخبات بتصنيف من 31 إلى 50 اللي هو 75% من المباراة الدولية وبالتالي إنت لما بيجيب لعيب أي أن كان حارس مرمى أو لعيب لا ده بيعلي لك قيمة الدولي وبيعمل حالة تنفسية مع اللعيب المصري إذن هناك معايير ومواصفات واشتراطات لابد أن توضع علشان أنا نجيب حد يلعب الدور وأعتقد أن المفروض ده كمان مفروض ده يبقى في اللعيبة برضو مفروض ده يبقى في اللعيبة يعني أنا مش مش هروح أجيب أي لعب وأجربه لو ما يفعلش معايا مشي لا ده أنا أجيب ده بواصفات معانية وبقى ده تحت شراف اتحاد الكرة لو مش هلعب لو ما عندهش الاشتراطات دي لو إنت عايز تقاول المتابع أنا بديك حمس لعيبة حمس لعيبة الدولة يا كابتن وفي الغالب الموظف اللي عنديها هتجيب الخمس لعيبة وما تجيبش حد اسمار لكن اللي هيروح يجيب خمس لعيبة دلوقتي ممكن يجيب أي لعيبة لكن إنت عندك خمس لعيبة دولة يعني نصف الفريق يعني تقريبا كده في نص لعيبة محليين ونص لعيبة أجانب الدور مصر كله هيبقى كده وأي نادة هيجيب خمسة فلازم الخمسة اللي تجيبهم دولة يكونوا على مستوى عالي يكونوا لعيبة دوليين في الفرق بتاعتهم عشان يكون الدور بتاعها قوي ما تروحش تجيب أي لعب أي يكون لعب مميزات ومهارات معينة يعني مهمة الاشتراطات دي إذا أردت أن تلعب وتعمل مسابقة قوية ومميزة كده إن شاء الله بإذن الله يعني الواحد دايما متفائل ويمكن دي كلها توصيات وطبعا أندية الدور الممتاز كمان لازم تجتمع وفيه كمان نقطة مهمة جدا هنقش حضرتك إن شاء الله الأسبوع اللي جاي لأن فيه نقاط مهمة زي تأجيل رابطة الأندية المحترفة على موضوع إن شاء الله يعني طول شرحه وحضرتك أكيد ملم بتفاصيل كتير جدا لكن فقرتنا خلصت للأسف بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد القوسي على وجودك معنا في البيت الكبير ربنا خليك كابتن هنا أنا شرب حبيبا كابتن شكرا جزيلا ده كانت نهاية فقرتنا الأولى في البيت الكبير بعد الفاصل الكابتن الكبير ماير همين